أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيني والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنظر قوما ما انظر آباؤهم فهم غافلون لقد أرقى القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذمان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فرشعناهم فهم لا يؤسون وسماء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من انتبع الذكر وقصر الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن 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 الموتى ونكتب ما قدروا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بتالتما فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنا رجبنكم وليمسنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوهم مسرفون وجاء من أقصر دينة رجل يسعى قال يا أقصر اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسعبهم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلية يريد للرحمن بذر لا تغني بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقضون إني إذا لفي طلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجدنة قال يا ليت قرر يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قره من بعده من جود من السماء من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حزرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهضبون ألم يروا كم هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرمعون وإن كل لما جميع لدينا محظرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمن يبكنون وجعلنا فيها جنات من نقيل وأعناب وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيدهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد تغنى يوم نازل حتى عادك العرجون القريب لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل أن تدرك القمر ولا الليل سابقه النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من متله ما يركبون وإن شعر نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مغرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعب من لو نشاء الله أطعبك إلا أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تقفزهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المثلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين لا محضرون فاليوم لا تغلق نفس شيئا ولا تجزور إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأراب كمتكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها الجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعملوا الشيطات إن لكم عدد مبين وأن يردون يا ذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ها لي جهنم الذي كنتم تععدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفون اليوم نغتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أردلون بما كانوا يكثبون ولو نشاء لطمسنا على أعين فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فأنا يمصرون ولو نشاء لبسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا فما استطاعوا مصيا ولا يردعون ومن نعمرون التسع في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما يبغي له إن وإلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويحط الضوء على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما ومن الأيدي لا أنعابا فهم لا مالكون وظللنا لهم فمنها ركون ومنها يأكلون ولو فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آية لعلهم ينصرون لا يستطيعون مسرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحسن فلا يحسن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وين يرمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وأروا بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضل نارا فإذا أنتم منه توقدون أولئت الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إن إنما أبروا إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا أن يقول له كن سيكون أولئت الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أبروا إذا أراد شيئا أن يقول له كن سيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم